اللي هو مش مضادة حيوي ولازم نفصل ما بين مضادة التهاب ومضادة حيوي مضادة التهاب ده حاجة بعيد خالص يعني اي حاجة بتحتقن اي حاجة بتوجعك اي حاجة صداع صداع في رجلك صداع في الحوص صداع في دباغك كله دي اسمه التهاب غير صديدي اللاسعة زي ما قولنا التهاب غير صديدي التهاب زي ما تقول حمار العين التهاب غير صديدي لكن لما يبقى في صديد مختلف ده بقى لعبة المضادات الحيوية في وجود الصديد ويمكن من مشاكلنا كمجتمع مصر وكأطباء مصريين كأطباء مصريين رقم واحد بيكتف البطل في روجيتة هو المضد الحيوي الظلم مضد الالتهاب الظلم كذلك علاج البروستاتا علاج الحض عموما واحتقان الحض شاب مكتوب له العيلة دي أنا عندي بروستاتا ويفضل حاطت شاي الهم أنا عندي بروستاتا يا جماعة ده احتقان الحض وأتمنى أن تيجي فرصة لشركات تعيد حسابات لشركات الدواء اللي بتكتب بالعربي أنها تبدأ تكتب أنه الاحتقان الحض مش فكرة احتقان مشاكل بروستاتا بقى كأنهم هم عايزين يعملوا دعاء أكتر للدواء فبيرعبوا الناس أكتر